سلام عليكم اخواني كديري اللي بس عليكم محبا بكم معي في قناة جوري الصغيرة. كانت شمنى منكم انكم تفعلوا معنا وتابونوا معنا والضغط على الجرس باش دي ما يوصلكم الجديد ديانا. اليوم فيديو جديد معلومة جديدة ان شاء الله اليوم غناظر على واحد دواء هالدواء هذا خاص بالنسبة للرجال فلهذا يمكن لكم انكم تبقوا معاية الاخر الفيديو باش تعرفوا عشنو كن في هاد الفيديو هدا ان شاء الله. مهم بالنسبة لهد الدواء هدا الاسم تجاري هو الطيارة ها الطيارة هدا اللي هو يعني دواء ضعف ديال الانتصاب بالنسبة للرجال اللي فيه المادة ديال المعروفة يعني التدافي اللي كتنتمي المجموعة من الادوية. آآ مهم. آآ تدافي لهدا يعني الطيارة هدا. آآ كي تستعمل بالنسبة للخلل في الانتصاب عند الرجال في الحالة اللي كيعجز فيها الراجل على الحصول او الحفاظ على يعني على القاديب دياله منتصب وصلبه ملائم للممارسة الجنسية ولهذا قد تبين ان التضافيل كيحسن بشكل كبير ان القدرة هذه على الحصول ديال القاديب منتصب يعني وصلبه ملائم للممارسة الجنسية فبعد الحصول على التحفيزات الجنسية كيعمل تأثير يعني على المساعدة على الاستخاء الاوعية الدموية الموجودة في القاديب مما كيسمح لوحة تضفق الدم الى القاديب وكيقدر لنا يعني لوحة تحسن ديالانتصاب اللي كيساعدك هو ان هذا الطيارة هذا يعني كيكون هو الحل الملائم يعني تقدر تكون كتعاني من خلل في الانتصاب من المهم انك تعرف ان هذا الطيارة هذا مستخدم لعلاج الخلل في الانتصاب وكيعمل ايضا في غياب تحفيز الجنسي يعني لذلك يجدر بك انك انت والشركة ديالك يعني تحضر للجمع لانها الطيارة هذي فعالة جدا لانها كتحل يعني المشكل ديال الانتصاب ايضا هالطيارة دي كتلاقي الاعراض البولية المرتبطة بحالة شائعة يعني كتعرف بتدخم البروستات يعني بعض الناس اللي كيعانوا من البروستات مؤخرا كيكون واحد البول غير ارادي وكتكون تدخم ديالها اه كتكون الغضة ديال البروستات اكبر حزما اه مع التقدم العمر ولهذا في الواحد انه لابد دم لانه يوصل الربعين عام او الخمسين عام يبدأ يدير الكنسيطاسي على البروستات لانها كتكون كده تدخم وكيكون فعال مشاكل اللي كي يغفل عليها وكي يلقى واحد مشكلة وكتشمل اعراض هذي صعوبة في بدء يعني في البدء تمرير البول والشعور بعدم حدود افراغ كامل للمتانة وحاجم ويحمل التبول بشكل متكرر حتى اثناء الليل فلهذا هاد 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 يحسن من تدفق الدم الى البروستات والمتانة ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ايضا قبل القيام بتناولها بطيار هذا غادي نعطي الموانيع ديالها اليك انت تعاني من شي حساسية تجاه مادة تضافيل او اي مكونة اخرى من هذا الدواء فيمكن لك انك ما تشربهش ولكن انت تناول اي اشكال من اشكال النطارات العضوية او المنحات الاكسيد فيمكن لك انك تستعمله وايضا اليك تستخدم شي ادوية يعني في علاج دباحة صدرية يعني مثل الالم الصدر وتقدر تبين يعني ان التضافيل يقدر يزيد الفعالية لهذه الادوية دي اليك انت تاخد شي دواء ممكنش لك انك تستعملها ولكن عندك شي مرض خطير مثلا في القلب او لتعررتي مؤخرا لنوبة قلبية او لتعررتي مؤخرا لسكسة دماغية خلال ست اشهر الاخيرة ولكن تعدك شي ضغط دم مون خافض في هذه الحالة اليك تكتعاني من ضغط دم مرتفع وغير مون طابط فما يمكنش لك انك تستعمل يعني كيف كان قوله اذا كان عندك طونسيو طالع او هابط ممكنش لك انك تستعمل اذا كانت لديك اي وقت ماذا من فقطا من الرؤية بسبب الاعتلال يعني العصب البصاري او يعني القفاري في هذه الحالة يعني كتوصف بسكسة العين يعني ممكنش لكم انكم تستعملوها لان الطيارة هذه بالنسبة للتعرور يعني اي دوء كما كان في السن دينافير ولا التضافين كي كين اللي كيكون يعني عنده طونسيو طالع او هابط ممكنش لانهو يستعمل هذي اللي اسميشو اه المهم عن هده 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 الطيارة هذه يعني عن الاحتياطات دياله والاستعمال يجب جانب انتباه في احتمال حدود مخاطرة على هذا المرضى اللي كيعانو من امراض القلب عند الممارسة الجنسية بسبب زيادة الاجهار على القلب يعني يقدر تكون واحد تقدر تقول لك واحد مشكلة في القلب يجب عليك اخبار الطبيب ديالك قبل ما تستعمله يعني في يعني ولكن شي سبب في وجود تشابه بين اعضاء او تدخم البروستات اه يعني الحميدة والسرطان البروستات عفوا على الطبيب ديالك انه يتحقق من عدم موجود اي سرطان البروستات قبل العلاج بالتضافيل لتدخم البروستات الحميدة ولا يعالج هذا التضافيل السرطان البروستات يعني قبل الطبيب هو اول حاجة يشوف لك انك واش البروستات ديالك منتفخة ولا ما منتفخاش يعني يدلك واحد تحاليل باش يعرف ان البروستات ديالك اه واش فيها شي ميكروب واش فيها شي مرض خايب ولا شي حاجة اه كيف قلت لكم قبل ان تناولو خبرو الطبيب ديالكم مهم اه كيف قلت لكم انا اتمينا ديال هالطيارة بالطيارة هادي بالنسبة للحبة واحدة كتدير 80 درم فاصلة خمسين هادي الطيارة اه فا ميلي جرام يعني مدد ديال التضافيل بالنسبة للربعات الحبات كتدير 8 ديالها عن ديال واحدة وربعات الحبات كتدير 277 درم موجودين في جميع الصيداليات يمكن لكم انكم تقتانيهم اه بالنسبة للناس اللي عندهم مشكلة ديال ديال الضغف الجنسي اه المهم هذا هو الفيديو دياليوم كنتمنى انه يعجبكم هنا الاعجاب الجامع وكنتمنى منكم انكم تفعلوا معنا وتقبلوا معنا والضغط على الجرس باش ديما يصلكم الجديد ديالنا والى فيديو اخر ان شاء الله وتبارك الله لكم خوتي والى فيديو اخر اشتركوا في القناة